ان تزور مدينة شبام حضر موت فانت بالضرورة تسافر الى ماض عريق حيث المدينة التاريخية التي لا تزال منذ نحو 500 سنة تقريبا تحتفظ بحضورها وسط الكثير من متغيرات العصر تتمتع الشبام بمزايا خاصة ابرزها تلك التي تظهر مباني الطين وجدع النخيل كناطحات سحاب يبلغ عددها نحو 500 مبنى لمدينة اثرية يرجع تاريخها الى القرن السادس عشر للميلاد وهو ما دفع منظمة اليونسكو لضمها الى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في العام 2015 وتعتبر نموذجا رائعا للتنظيم المدني شديد الدقة المعتمد على مبدأ البناء العمودي كما ان عدد سكان المدينة يقدر بما يزيد عن 16 الف نسمة اما سورها الذي يمتد طوله الى 550 مترا من كل الاتجاهات فالبوابة والسور بني من ايل الحماية والتأمين وبقواهما دون ترميم ينذر بسقوط المدينة وتاريخها العريك خاصة وان جزءا من السور تعرض للانهيار المدينة الوحيدة على مصة واليمن وهذا الذي يجب ان يعرفه كل واحد لا زالت مصورة هناك المدينة التاريخية مصورة ولكنها ليست كما هي الحال فلذلك اعتبر ان السور هو الرافض الاساسي والدعام الاساسي والحماية الرئيسية لمدينة الشبان السلطات المحلية بوادي حضرموت وجهت بحصر الاضرار التي طالت السور وبدأت بالتنسيق مع الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية بسرعة اعادة بناء ما تهدم وترميم السور بشكل كامل الا ان ابناء المدينة يصفون هذه الخطوات بالمتاخرة خاصة ان هناك تقارير تحدثت عن الهمال الذي تعيشه المدينة بعد توقف المشاريع وتوقف المخصصات المالية منذ بداية حرب الانجلاب التي تشهدها البلاد سور يهدد بيوت شبام زي ما تشوف الان الصور تهدد البيت اللي جنبه الان وممكن تروح بيوت كثيرة شف اذا بقي على حاله هذا فالناشد المحافظ والوكيل والمدير عام والمديرية والهيئة العامة من يحتفظوا بهذا التراث حقيقة تويهات صريحة وواضحة لسرعة التدخل لسرعة اعادة ما تهدم من هذا السور ويعادته زي ما كان ولكن نحن في هذه الحفاظ عن المدن التاريخية بدأنا بعمل دراسة فنية متكاملة لترميم سور المدينة كامل تحفة فنية تيذب الزوار القادمين اليها وفي قلب وادي حضرموت تقع هذه المدينة الرائعة بطلتها وشموخها الذي يعانق السماء وقد سميت شبام بحسب كتب التاريخ نسبة إلى ملكها القديم شبام ابن الحارث ابن سبل أصغر وكانت عاصمة اقتصادية مهمة لمملكة حضرموت قديما فهي تمثل حضارة الطين المعمارية منذ القدم لكن سكان شبام يساورهم القلق جراء الإهمار المتكرر للمدينة التي صمدت في وجه الفيضانات والاختلالات الأمنية وتعثر البنية التحتية طيلة عقود على هذه الهيئة تبدو مدينة شبام حضرموت التاريخية كواحدة من شواهد التراث المعماري الفريد ولوحة إبداعية تشكلت من صلب الهوية اليمنية الخالصة إنها منهات الصحراء كما يطلق عليها تنتظر تدخل الجهات المعنية وبصورة عاجلة لترميمها وحمايتها من الاندثار حدد مسعد قناة بالقيس من مدينة شبام حضرموت التاريخية